أسألوا وتعطوا، أطلبوا وتجدوا، أقرأوا يفتحوا هذه الختام الهدية، برافو، برافو، تفضلي، كيف هذه؟ هذه الآية كنت عيشتها حتى قبل ما اختبر الروح القدس نعم كنت أسأل وكنت أطلب وكنت أقرأ كل حياتي لحتى أعرف شو يعني المعنى الحقيقي للحب بس ما كنت أعرف أنه موجودين بالرب يسوع كنت عم فاتش عليهم بالصلاة لأنه كل حياتي كنت صلي أنا بنت كنيسة وبصلي بس ما كنت عم بوصل لهيدا الحب الحقيقي بس من خلال اختباري يلي هو بالروح القدس عرفت أنه من الكلمة ومن خلال كراءة للإنجيل والكتاب المقدسة عرفت أنه كل شي بديه هو موجود بالإنجيل وفي قول كمانا بهيد الآية في طبيعة الله الصالح يلي هو بس عبارة عن حب حب لأنه بدي يعطينا بديه كل شي بديه بدي يعطينا إياه وكل باب عم بكراع بدي يفتح لي إياه صرت هلأ ما فيني اقول إنه هاد عم عيشة آية بس صارت مغروزة بطبعه صرت عم بتنفس عم بتطلب عم بتطلب الروح القدس أنا ونائمة في آية بتقول أنا نائمة وقلبي مستيكز مش متل هيدا بس أنا عم عيش هيدا الآية صارت مغروزة بشيء اسمه طبعي من جوه أنا حاسس إذا أفرق الحديث لقلك بتحكي كل الوقت سؤال لقلك يعني أنت كنت تسألي كل عمرك حتى اليوم صح الفرق بين الأسئلي وتطلبي وتكرعي قبل أنه كان فيه خطيئة فوصلتكها الله وحزن وحزن أكيد الحزن خطيئة لأنه فيه وصية جديدة بتقول لا لا تكونوا إلا فريحين لأنه ليس إنسان لأنه قوة رب فرح رب هو قوة كوة تونة أمين بدا تكتب تلميذي شاطرة وبنتي بتبيض الوجه لكن كل شخص اليوم سيسمعنا ليس سيسأل ويقول الله ليس سيسمعني ويطلب لا يجاوب ما هي المشكلة تابعه؟ المشكلة تابعة أنه يصل بالطريقة الغلط كيف يفتح أنجيله نعم ويفتح قلبه للرب نعم ويشوف كيف النعمة بتفوت على حياته وبتتغير كل حياته بيصير شو ما يسأل بياخد؟ أكيد هكثر مايك؟ أكيد وشو ما يطلب بياخد؟ يطلب الروح للقدس أكيد أه وشو ما يكره؟ بياخد كل شيء أكيد آني بياخد الروح قدس بياخد كل شيء وين مكتوب يطلبه؟ أولاً ملكوت الله وكل تلك الأشياء تزهد لكم آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر